طيب من ناحية تانية من النادي الاهلي رقم 10 برنامجنا بيكشف ملفات مهمة على مائدة مارسي كولر بعد عودته من الاجازة تعالوا نشوف لجنة التخطيط للكولر بالنادي الاهلي ستعقد جلسة هامة مع مارسي كولر خلال ساعات بعد عودة المدرب من الاجازة التي كان قد حصل عليها من اجل حسم العديد من الملفات الهمة التي تتعلق بمستقبل الفريق وهي كالتالي لجنة التخطيط للكولر بالاقل ستضع امام كولر ملف تجديد عقود السلاسي حسين الشحات ورامي ربيعة وياسر ابراهيم الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري حيث انها تريد الحصول على الرأي النهائي منه لغلق هذه الصفحة اما بالتجديد لهم او صرف النظر عن هذا الامر وان كانت اللجنة ستحاول الضغط عليه بالتجديد لرامي ربيعة موسمى اخر في ظل اصابات خط الدفاع الاخيرة ستطالب لجنة الكرة المدرب السويسري بتحديد موقفه من محمد هاني والذي يأتي في الترتيب الرابع بالنسبة الكرة في الجانب الايمن حيث تريد اللجنة معرفة قرار المدرب من اللعب اما باستمراره او اعارته خلال الفترة المقبلة لجنة التخضيط بالالي ستطلب من كل الرأي النهائي في المهاجم الاجنبي الذي يريد ضمه خلال امريكاة الشتوي المقبل حيث مازال يفاضل بين السناء البرزيلي مارسينيو لاعب كواساكي الياباني والإفاري فوفانا لاعب مولودو النرويجي وخلال الجلسة ستحصل اللجنة من المدرب على اسم اللاعب الذي يريد ضمه تلقى الايلي اكثر من عرض في الايام الماضية لإقامة معسكرا تدريبين خارج مصر وان كان العرض الاماراتي لاستضافة المعسكرا الاحمر هو الابرز وستقوم اللجنة خلال جلستها مع كرة بعرض الامر عليه ومعرفة رأيه في إقامة معسكر خارجي من عدمه واختيار الدولة التي ستستضيف المعسكر اذا ما قرر إقامته خامسا الأهلي حتى الآن لم يحدد موقفه من خود مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية للدولة لذلك ستناقش اللجنة هذا الملف مع كولر ومعرفة رأيه في خود مباريات ودية من عدمها ومستوى الفرق التي يريد مواجهتها اذا ما قرر لعب مواجهات ودية سادسا ستقوم اللجنة خلال جلستها مع كولر بعرض عليه تقرير شامل عن أحوال الفريق وإصابات اللعبين وموعيد عودة المصابين وكل ما يتعلق بما حدث داخل الفريق خلال فترة الإجازة التي منحها للعبين طيب ده بالنسبة للنادي الأهلي اشتركوا في القناة